بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك بآخر نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء نزل عليهم من السمايا فظلت عناقهم لها خاضرين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدد إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهجون أولاً يروا إلى الأرض كما متنا منها من كل زوج كريم إن بذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى عن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاهم أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنبهم فأخاف أن يقتلون قال كلا فانهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا أبنعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عملك سنين وفعلت مارتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي الحكم وجعلني من الموسمين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجمون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتغلت إلها غيرين أجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتبه إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي أبي ضار للناظرين قال للملج حوله إن هذا لساحل عليم نريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فما لا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لذوقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نرى وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا شبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى أصاهم فإذا يتلقهم ما يأفكون وألقي السحرة شاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسروا تعلمون لو قطعنا إيديكم وعود لكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقربون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إمام موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغايرون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وريون وكنوز ومقام كريم كذلك رغفناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدرفون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى نضر بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبع إبراهيم إذ قالت يا أبي وقومي ما تعبدون قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكبين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم ويضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعرون قال أبرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهما دولي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسكين وإذا أملت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطنع أن يغرني خطيئتي يوم الدين رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من وردة جنة النعيم وعمل لي أبي إنه كان من الضالمين ولا تخذني يوم الماثون يوم لا يغذروا ولا بدون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلبت الجنة للمتقين ومرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكروا فيها هم والغاوون وجنود ابني ساجممون قالوا وهم فيها يفتصمون تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برم العالمين وما ضربنا إلا المدلمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كلبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوحنا لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر أين أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطعون قالوا ونؤمنك واتبعك الأرزلون قال وما للميذ ما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما لبطالد المؤمنين إن أنا إلا لذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن طوبي كاللون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباطين إن في ذلك الآيح وما كان أكثرهم مؤمنين وإن رمك لهو العزيز الرحيم كذبت عابل المنسلين إذ قال لهم أخوهم هودنا لا تتقون إني لكم رسول ممين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر من أجر إلا على رب العالمين أتابنون بكل ريح الآية فانتعبذون وتتخذون مصانع أن لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبالين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاذ عليكم على بيوم عظيم قالوا سواء علينا أرعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكلبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآلة وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت سمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحنا لا تتقون إني لكم وصول أمين فاتقوا الله واطعوني وما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا على رمض العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون زروع ونخل طلوى حظيم تنحتون من الجبال بيوت فالهين فاتقوا الله واطعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا ما جونتنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه علاقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسرها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعطروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوطن لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجل إلا على رب العالمين أتأتوا للذكران من العالمين متذرون ما خلق لكم ربكم من الدواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القامين رب نجني وأهلي بما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنطرنا عليهم مطر فسامطر المنذرين إن بذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وعطيرون وما أسألكم عليه من أجر إن أدري إلا على رب العالمين أوه الخير ولا تكونوا من المفسرين وازنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبحث الناس أشياءهم ولا تعذوا في الأرض مفسرين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكالبين فأسقط علينا كسبا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكلموه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزين رب العالمين نزل لي الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المندرين بنسان عرضه مبين وإنه لفي زمر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سركناه في قلوب المجنمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأنين فيأتيهم بغطة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مضرون أفق عذابنا يستعجلون أبرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمعدون ما أعنعهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمر لمعزونون فلا تدل مع الله إلها آخر فتكون من المعذمين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيم الرحيم الذي يواك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبعكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك نزيم يلقون السمع وأكسرهم كاذبون والشعراء يتبعهم غارون ألم ترى أنهم في كل واضي يهيبون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونكروا الله كثيرا وانتصروا مما لما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيهم كلبي ينقربون